تعال نشوف اللي بعد انا مش عايز اتطول عليك انا عاوز اديلك بس ايه خلاصة القول خلاصة الامر ومش عاوز اغبن الحقيقة كم المجهود اللي بوزل من المركز الاعلامي لمجلس الوزر جانس ريكوردز الانقام القياسية كانوا بيقولوا ايه بيقولك بتسجيل محطة بحر البقر ده كلام مهمة في شبه جزيرة سيناءكا اكبر محطة معالجة في العالم حيث تقدم مصدر هامل مياه الراي احنا اتكلمنا يمكن كتير على محطة بحر البقر تعال هقولك تحتها الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة ايه وانها بتاعت بيقول ايه بيقول ان خطة التنمية للرويسات تحديدا في شرم الشيخ واللي تم بالتعاون ما بين الامم المتحدة والحكومة المصرية وقل انت كده تفتك الامم المتحدة هتتعامل حكومة المصرية ليه الا لم يكن البرنامج واحد طموح اتنين ناجح تلاتة ضمنين انه مستمر بنجاح فبيؤكد على نهج التنمية المجتمعية لتنمية سيناء والقائم على مؤشرات رئيسية لاهداف التنمية المستدامة هذا التحول يجذب المستثمرين والسائحين هو في دولة بتيجي تستثمر في دولة تانية وهي مش نجحة او فشلة او متعسرة او ملهاش مستقبل طب قول لانت ازاي لما يبقى في عندك في مصر ده على سبيل المثال مصنعين لأكبر شركات واثنين من افخر السيارات او مصانع او مصنع السيارات في العالم وفي اوروبا من المانيا بيتصنعوا هنا ده معناه ان الجماعة الالمان جايين يهرجوا فلاش بقى الكلام ده طيب تعال نشوف ENR بيقولوا ايه بيقولوا الاتي بيقولوا مصر بتشتغل على تطوير سينة حتى تصبح مكانا اكثر جاذبية للعيش والعمل خد بالك للعيش والعمل يعني انتاج الجهود اللي تمت خلال السنوات الاخيرة في محطات التحلية والمعالجة زي محطة المحسامة على سبيل المثال وهم اللي قايلين حصلت على جائزة افضل المشروعات العالمية سنة عشرين عشرين اكسفورد للأعمال بيقولوا الاتي اكسفورد بيزنس بيقولوا ايه بقى بيقولوا ان من الفين واربعتاشر ده هم اللي بيقولوا يعني من وقت تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحسنت مصر بشكل كبير في التقييم العالمي لجودة الطرق من خلال توسيع شبكة الطرق القومية وتشهيد الانفاق والجسور خصوصا التي اسهمت في ربط شبه جزيرة سينة بباقي المحافظات المصرية طب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بتقول استجابة لاهداف الحكومة المصرية الوكالة الامريكية بتدعم بتدعم مشروعات التنمية في شمال سينة من خلال مبادرات مختلفة للتنمية وتحسين الوصول في مختلف الخدمات طيب تقرير التنمية البشرية الصادر على الأمم المتحدة يو ان دي بي يعتبر مشروع تنمية محور قناة السويس آه ده اللي لم يكن من أهم المشروعات فهو من أهمها أهم قلعة صناعية بتعملها مصر بيقوم على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانيها ومناطق صناعية ولوجستية وهو من أهم ده كلام الأمم المتحدة من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر من سنة 2014 بالإضافة للأنفاق التي تربط صيناء بباقي أقليم الدولة المصرية ما قالوش ان مصر بتعمل طرقه كباري بس وهي مهمة قالك ايه المنطقة دي محور قناة السويس أهم مشروع قومي بتعمله مصر أنا هنا مش بكلمك على حياة كريمة لأنه ده أهم مشروع اجتماعي بتعمله مصر أهم مشروع لتغيير البنية الاجتماعية المصرية وإذالة فوارق ما بين الطبقات وتضييق هذه الفوارق المهينة للأسف الشديدة اللي عشنا فيها أربعين خمسة واربعين سنة بالميت ترجمة نانسي قنقر